فارض جيش الاحتلال الصيوني طوقاً أمنياً على الضفة الغربية وقطاع غزة مما تسبب في حدوث مشاكل كبيرة لتردد المواطنين الفلسطينيين كما استهدفت القوات الصيونية بنيرانيا سلحتها الرشاشة منازل الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أعلنت سلطات الاحتلال الصيوني صباح اليوم فرض طوقاً أمني شامل على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لمدة ثلاثة أيام بحجة الأعياد العبرية وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها أن الإغلاق سيشمل الضفة الغربية ومعابر غطاع غزة بمناسبة عيد رأس السنة العبرية وبموجب الإجراءات العسكرية الصيونية سيكون الدخول والخروج من وإلى الضفة الغربية وعن طريق معابر غزة محظوراً على الفلسطينيين خلال أيام الثلاثة المذكورة وعلى صعيد منفصل استهدفت زوارق الاحتلال الصيوني فجر اليوم بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين ومراكبهم في بحر مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات وتعتدي بحرية الاحتلال على الصيادين بشكل شبه يومي وتعتقل عدداً منهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد وفي سياق انذيصل استهدفت قوات الاحتلال الصيوني اليوم بنيران أسلحتها الرشاشة منازل الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب غطعي غزة وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في موقعي كيسوفين والأحراش المتاخمين للسياج الأمني الفاصل نيران أسلحتها الرشاشة وبشكل عشوائي صوب منازل الفلسطينيين في بلدتي القرارة وخزاعة شرقي محافظة خان يونس دون أن يبلغ عن وقوع إصابات